ليسوا بانتظار مساعدات إنسانية أو مهرجان عدي لكنهم بانتظار شراء مادة القمح لسد احتياجهم اليومي هذه صورة من مشاهد المعاناة اليومية في سقطرة الجزيرة اليمنية الواقعة في المحيط الهندي والخاضعة لسلطة المجلس الانتقالي الجنوبي المدعو من أبو ظبي والرياض يتحدث السكان هنا عن أزمة في مادة الدقيق والسبب تعثر إمدادات الجزيرة بهذه السلع الأساسية نتيجة اجتداد موسم الرياح والخوف من نفاذ مخزون الغذاء في الجزيرة الأسعار بلغت ذروتها ولا رقابة على الأسواق في ظل انشغال السلطات بتنفيذ أجندة أخرى لا علاقة لها باحتياجات الناس الأسعار غالية جدا بعد 2019 غالية 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 جدا أخذت راكم كاسي مرتفع بشكل فضع بالنسبة للأسعار وهذه اللي نعاني منه في زيط مرتبات أبناء الجزيرة لم تحصلها على رواة يتحدث الجميع هنا عن ترد الخدمات بشكل كارثي وتصاعد حالة الاحتقان الشعبي جراء ممارسات قوات الانتقالي وداعميه في الجزيرة المصنفة على قائمة التراث العالمي يندر الحصول على صور حديثة من هذه المحافظة المعزولة كما يصعب الوصول إليها وفي فترة الرياح الموسمية هذه تعيش سقطرة في عزلة ينقطع فيها كل شيء بما في ذلك التموين بالمواد الغذائية والمشتقات النفطية نتيجة ارتفاع الأمواج وهبوب الرياح الشديدة هذه العزلة يمتد تأثيرها على مجريات الحياة اليومية ومن بينها نقص الأدوية إضافة إلى ثوقف مصالح السكان ترجمة نانسي قنقر